منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه المطلق لكيان الاحتلال بل إنه روج الروايات الصهيونية المضللة بشأن هجوم حركة حماس يوم السابع من تشرين الأول الماضي واستمر في موقفه الداعم هذا حتى وصل إلى حد التشكيك في أعداد الضحايا الفلسطينيين بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بيد أن لهجة الخطاب الأمريكي تجاه العدوان بحسب ما أورده تقرير نشره موقع Responsible Statecraft الأمريكي بدأت تتغير بشكل لافت في الآونة الأخيرة بالطبع دون أن يتغير مستوى الدعم العسكري واللوجستي الأمريكي الأمر الذي يشير إلى أن الخلافة بين واشنطن وتل أبيب لا يتعلق بأهداف العدوان المعلنة وإنما بطريقة التنفيذ على الأرجح تغير لهجة الخطاب الأمريكي جاء نتيجة ضغوط شعبية أمريكية وأوروبية عبر عنها بايدن بالقول إن هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا ما وصفه بمركزها الأخلاقي بسبب دعمها لإسرائيل موقف يعكس بحسب محللين تراجع تأثير جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة لا سيما أن استطلاعات الرأي تفيد بأن واحدا وستين بالمئة من الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة لكن الصورة ليست بهذه البساطة فأربعة عشر بالمئة فقط من أعضاء مجلس النواب الأمريكي أعلنوا تأييدهم العلني لوقف الحرب ما يعني وجود هوة صحيقة بين آراء السياسيين المحكومين بتأثير جماعات الضغط الصهيونية وتوجهات الشارع الأمريكي في هذا الصدد في المحصلة فإن معركة طوفان الأقصى قد أحدثت تغييرا عميقا في المجتمعات الغربية على المستوى الأخلاقي لكن أثر هذا التغيير على أروقة السياسة الغربية ربما لا يتضح في المدى القريب